ثم انظر الى احداث الصلب كان صامتا غير مقاوم مكتوب عنه في اشعياء النبي ظلم اما هو فتذلل ولم يفتح فاه كشات تصاق الى الذبح وكنعجة صامتة امام جزيها فلم يفتح فاه حتى في وقت المحاكمة واحد من الشرط لطم يسوع المسيح وسأل يعني هل تكلمت رديا فاشهد على الردي وان حسنا فلماذا تضربني ومع كل هذا لم ينتقم ولم يقاوم عندما وقف امام الحاكم بيلاطوس قال له مملكتي ليست من هذا العالم لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكيلاء السلم الى اليهود ولكن الان ليست مملكتي من ها هنا حتى يسوع المسيح وهو على الصليب طلب من الآب أن يغفر لصالبيه يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون تخيل عم بيواجه موت الصليب صمرت يداه ورجلاه وعم بيغفر للاعداء اللي صلبوه على الصليب حتى وعلى الصليب غفر لللص التائب اللي كان بالأول يقاوم هذا اللص قال اذكرني يا رب ما تجئت في ملكوتك قال له يسوع الحق اقول لك انك اليوم تكون معي في الفردوس غفر لللص التائب على الصليب حتى لاحظ معي عندما قام يسوع المسيح منتصرا قام من الاموات ظافرا ومنتصرا لم ينتقم من الرغمان ولم ينتقم من اليهود بل ارسل التلاميذ لكي ينشروا رسالة الانجيل رسالة الخلاص رسالة المحبة ورسالة الغفران والمسامحة ايضا ففعلا يسوع هو مثالنا في هذا الموضوع اشتركوا في القناة